السلام عليكم ازايكم يا شباب جاءت لي رسائل كثير الجماعة اصدقائنا في القناة عايزيني كل يوم اعمل فيديو عن سد النهضة وان كان مفيش معلومات جديدة انقال لكنهم قالوا لي اعمل فيديو حتى وان كان صغير لانهم عايزين باستمرار يعرفهم ايه اللي بيحصل فانا التنفيذ لرغباتهم احاول اعمل حاجة زائدة وان كان مفيش معلومات كثيرة بس احاول اخل الفيديو صغير بس قبل ما اتكلم عن فيديو صد النهضة عايز اتكلم في حاجة مهمة جات لي رسائل كثير بالنسبة لموضوع الناس اللي عايزين يتعلمه انجليزي زي ما قلتلكم القناة دي اصلا هدفها الاساسي هو تعليم اللغة الانجليزية انا من سنتين كنت بتكلم في السياسة وجات لي تهديدات كثير بالقاتل علشان كده لغيت القناة القديمة وبعدت عن السياسة وبعدت تماما عن السياسة مش عايز المشاكل لا لي ولا الاهلي ومن هنا قررت اعمل حاجة تفيد المجتمع المصري والشباب العربي والمصري وقررت موضوع اللغة الانجليزية لكن طبعا زي ما حضر لكم عارفين موضوع صد النهضة موضوع اكبر من ان الواحد ما يتكلمش فيه لان ده مش موضوع سياسة اصلا ده موضوع امن دولة امن موضوع بقاء فهو ده اللي خلاني رجعت اتكلم في حاجة بعيد عن تعليم اللغة الانجليزية جاءت لي اسئلة كتيرة بالنسبة للجماعة اللي عاوزين يتعلموا انجليزي مش عارفين يبدأوا منين فزي ما انا عايز اقول لهم اي حد عايز تعلم انجليزي لازم اصلا يكون مشترك في القناة ولازم يروح للقناة نفسها يعني لازم يروح للقناة نفسها مستر جلاد بريتش سكوة للقناة هيلائي كل الفيديوهات اللي انا مسجلها من اول فيديو تعليم الانجليزي ABC فيديوهات تعليم الانجليزي انا مرقمها ومرقمها كويس جدا انا عامل تلات كورسات كورس للمبتدئين الجماعة اللي ما عندهمش فكرة خالص عن الانجليزي بيبدأ من اول درس بيبدأ بالحروف ABC حتى طريقة الكتابة كله يعني اللي ما عندهش فكرة خالص عن الانجليزي انا اعمل له الكورس المبتدئين ده والكورس ده انا عامله بدء من الدرس رقم واحد وكمان الدرس بيكون طويل فقسمته لواحد A واحد B واحد C واحد D وهكذا فكورس المبتدئين بيبدأ من واحد A واحد B واحد C اثنين A اثنين B ثلاثة A ثلاثة B وهكذا اي حد عايز يعرف انجليزي حتى لو بيعرف شوية انجليزي انصحه يبدأ من اول الكورسات من واحد A واحد B لو كان حتى بيعرف انجليزي فبرضه هيستفيد من على الاقل نطق الكلمات لان احنا في مصر العيب اللي فين ان احنا بننتقل الكلمات غلط فلازم يبدأ من البداية خالص وهي مش هيضيع وقت كتير بس مهم انه يبدأ صح لانا متأكد انه هيستفيد ده بالنسبة لكورس المبتدئين فيه كورس تاني grammar برضه للمبتدئين وللعامة يعني grammar ده للمبتدئ وللي بيعرف انجليزي ولكنه كورس grammar الحاجات البسيطة يعني grammar الاساسيات يعني هو دعاية grammar للمبتدئين ولكن ممكن اللي بيعرف انجليزي برضه يرجع له لان انا بتكلم على اهم حاجة اهم دروس grammar يعني حاجات لازم يكون عارفة دي اعملها برضه بابدأ من واحد بس بقى مش واحد اي لا واحد دبل اي واحد دبل بي اتنين دبل اي اتنين دبل بي يعني واحد اي اي واحد بي بي وهكذا عشان يبقى فيه فرق ما بين كورس المبتدئين و كورس الغرامر طيب فيه كورس ثالث بقى اسمه كورس النطق الصحيح الانجليزية الكورس ده بيبدأ بواحد اتنين تلاتة اربعة مفيش لا اي ولا بي والكورس ده مش للمبتدئين خالص الكورس ده للناس الممتازين في الانجليزي او الناس اللي هما الانجليزي بتاعهم جيد او متوسط هيرفعهم لمستويات اعلى يعني كورس النطق الصحيح مش للمبتدئين خالص ده للناس اللي بتعرف انجليزي و بتعرف انجليزي كويس كمان لان كورس متقدم جدا ولكنه كورس هيفيد جدا جدا اي حد الانجليزي بتاعه كويس الكورس ده لو انت جيد في الانجليزي كورس النطق الصحيح ده هيخليك ممتاز في الانجليزي لاني يعني زي يعني مثلا زي ما تكون عربية عجلها ملخلخ و انا مربط العجل يعني الحتة الصغيرة كده اللي بتعدي على الناس كتير انا مركز عليها في الكورس ده يعني يعني مهم جدا للناس اللي بتعرف انجليزي دول هما التلق كورسات بتوع الانجليزي و انا بقول اي حد عايز يبدأ معي لازم يبدأ من الاول و ان شاء الله قريب قوي هبدأ في هرجع اعمل هبدأ اكمل في تعليم الانجليزية و ان كان حيبق مثلا على حسب وقتي وعلى حسب صحتي يعني يعني مقدرش انا اسجل انجليزي و اسجل لسد النهضة و اسجل الوادي الارهابي الوادي الكافر ده الوادي الملحد ده اللي اسمه امين صبري يعني انا صحيحتي مستحملش الحاجات ده كلها ولكن على قدر ما استطيع هحاول يعني هحاول اسجل للتلاتة يعني ده بالنسبة للانجليزي نرجع بقى لسد النهضة فيه طبعا خبر جديد و طبعا عايز المصريين كلهم يفرحهم و يهيصهم ان اخيرا اخيرا بعد سنة كاملة حمدين صباحي صحي من النوم تسقيفة كبيرة الحمدين صباحي يا جماعة صحي من النوم حمدين صحي حمدين عمل فيديو و بيقول احنا مش ممكن نسمح بالسد ده السد ده خطر على مصر السد ده لو كان هيبقى 18 او 20 مليار متر مكعب ممكن نسمح به لو اسيوبيا عايزة كهرباء ممكن نعمل لها الكهرباء لكن السد ده ما يوصلش 74 و انا بقول لحمدين انت صحيط و ياريتك ما صحيط روح يا عم حمدين نام تاني ارجوك روح نام احنا في شهر ستة 2021 الكلام اللي انت قلته ده يصلح لشهر ستة 2020 كلامك ده يا عم حمدين كنا بنتكلم فيه السنة اللي فاتت احنا خلاص الناس يعني حصل فيه تغيير كبير انا عارف ان كنت نايم طول السنة دي يعني ربنا يديك الصحة انا عارف انك محتاج تنام لكن امغسر وشك كده وفوق وشوف ايه اللي حصل في خلال السنة دي وبعدين ابدأ اتكلم يا عم حمدين اوارجع نام يعني مستعبش نفسك احنا اوغدين بنى من موضوع كويس يا عم حمدين اسيوبيا اثباتت ان السد ده مهواش للكهربا اصلا عايز يعملوهم محطة كهربا بيقولهم ايه احنا هنعملوكم محطة كهربا ونديكم الستة الاف ميجاواط اللي انتم عايزينها وانتم دون المية ما تخلوناش نموت يا عم حمدين هم مش عايزين كهربا دول عايزين ينشفوا النيل ما سمعتش مستر ابي احمد لما بيقول هيعمل ميتس هد على روافد نيل الازرق هم الميتس هد دول هيولدوا كهربا ما لك يا حمدين هو انت وحمدوك اصدقاء صحيح حمدين حمدوك ايه انتم على نفس القفية هي الخيانة بقت بالاسم ما لك يا عم صباحي يا عم صباحي لو مش عارف اعرفك اسيوبيا مش عايز السد عشان كهربا اسيوبيا اصلا مش هتولي الكهربا اسيوبيا اصلا يعني قالوها علنا ان السد ده علشان يقفل المية عن مصر ده سد سياسي عايزين ينشفوا النيل فهمتها يا حمدين فهمتها يا حمدوك ده بالنسبة لحمدين صباحي في رسالة تانية عايز اقولها للرئيس المصري السيسي بقول السيسي وقلت قبل كده انت حياتك تهم الشعب المصري حياتك في خطر لأن انت بتعملوا ده يعني انت ماسك امريكا من رئباتها ماسك اسرائيل من رئباتها طبعا عارف أنت عارف أسرارهم أنت عارف أسرارهم وأنا عارف أسرارهم وكلنا فهمين بعد ولكن أمريكا وإسرائيل ما بيحبوش اللي يكون عارف أسرارهم وأمريكا قتلت السادات وأنا شخصيا عندي إحساس قوي بيقول أن مبارك كان له إيد في قتل السادات ده إحساسي تصدقوني ما تصدقونيش أنت أحرار أنا شخصيا بقول أن خالد الإسلامبولي ما هواش في السجن وما ماتش في السجن ومبارك أفرج عنه وخلت الإسطنبول يعيش في السعودية لحد النهاردة يعني مبارك كان له يد في قاتل السادات أمريكا قاتلت السادات علشان كان فاهم السادات فهم أمريكا فهم إسرائيل فحسوا أنه مش هيعرف ياخدوا بينه لحق ولا باطر فأنا خايف عليك فلازم تأمن نفسك كويس جدا لازم ما تسقش في أقرب الناس لك إسرائيل دايماً بتدور على واحد قريب من الرئيس وتجنده إسرائيل جندت جوز بنت جمال عبد الناصر ما عرف في اسمه إيه دا جوز بنت جمال عبد الناصر اللي كان سفير دا اسمه راح من دباغي انتوا عارفونه طبعاً جوز بنت جمال عبد الناصر اللي عبد الناصر قاتله دا اللي حسن مبارك قاتله واستهل ينقاتل يستهل القاتل لأنه هو اللي بلغ إسرائيل على معاد الضربة ولكن يعني بلغهم فيه ست ساعات فرق الحمد لله لو كان بلغهم في الوقت المنايم يعني لولا الولد جوزب انت عبد الناصر ده بلغ اسرائيل على معادة ضربة كانت مصر شالت اسرائيل من الوجود سنة 73 فهم دايما بيجندهم ناس أرهيبين من الرئيس وبرضه اسرائيل جندت الولد اللي بيعمل مساج لأنور السادات فخلي بالك يا معرفش اسمه ايه انا بقول لكم معلومات عامة انت اكيد تعرفوا الحاجات دي بس انا لما باجه سجل الفيديو ما بعملش تجهيزات يعني ما بدورش على ده اسمه ايه وده اسمه ايه انا عارف انكم عارفين الحاجات دي يعني فيه ناس عارفة مين اللي كان بيعمل مساج للسادات ده مين جوزبنت عبد الناصر اللي كان جاسوس اشرف مروان ايو اسمه اشرف مروان ده كان جوزبنت عبد الناصر وده اسرائيل جندته وهو اللي عرف اسرائيل بمعاد حرب 73 لكن الحرب كانت الساعة 2 الضهر وقالهم الساعة 6 بالليل الاربع ساعات دول فادوا مصر كتير لو ما كانش يقالهم على معاد الضربة كانت مصر احتلت فلسطين كلها كانت فلسطين كلها تحررت فاشرف مروان يعني احسن حاجة مبارك عملها انه قتل اشرف مروان يعني يستاهل بصراحة يعني هو مبارك ما فضحوش لانها فضيحة لمبارك نفسه ازاي ما عرفتش وانت بقى لك عشرين سنة في الحب انه جاسوس يعني عملته سفير فلندر وهو اصلا جاسوس يعني هي كانت فضيحة لمبارك نفسه انه ما اعلنش على انه اشرف مروان كان جاسوس قرر انه يتخلص منه وخلاص لانه مبارك نفسه كان هيبقى في مشكلة فهمتوها لكن اشرف مروان كان جاسوس اسرائيلي وهو اللي بلغ اسرائيل بمعاد حرب 73 لكن لهم الحرب هتبدأ الساعة 6 والحرب بدأت الساعة 2 دي حاجة والتاني بقى اللي هو الواد المساج ده بتاع اللي بشتغل مساج لانور السادات ده ولد برضو اسرائيل شهراته يعني اسرائيل بتعمل ايه؟ لما تحب تجند واحد تحب تجند شخص بتشهره يعني الواد بتاع المساج ده اسرائيل لمعاته لمعاته ازاي؟ اعطته شهاد الدكتوراه في المساج خلت كل الجرائد العالمية والاعلام العالمي يتكلم عنه ان الراجل ده احسن واحد احسن خبير مساج في العالم كله يعني الجرائد العالمية كانت تقول على الراجل بتاع المساج ده انه احسن وافضل خبير مساج عالمي الراجل ده مصري فلما السادات كان عايز واحد للمساج اكيد هيروح للراجل اللي هو خبير مساج عالمي فاسرائيل اي حد بتجندهم بتلمعه يعني هو ده اللي اسرائيل عملته مع كل قادة الاخوان وجماعة السلفيين اللي هم في التلفزيونات دلوقتي كل دول إسرائيل ملمعهم كل الإخوان اللي في التلفزيون والسلفيين اللي في التلفزيون اللي في القنوات الدينية كل دول إسرائيل ملمعهم كل دول عملاء لإسرائيل وحالياً الإسرائيل بتعملوا مع الوادي اللي اسمه المدلس أمين صبري برضو إسرائيل بتلماعه يعني أنتم تفكرين الولد ده الكتب اللي طبعها هو الولد ده إيه الولد ده ما يعرفش حتى تكنت الأرض قروية ولا مسطاحة هيتبع لي كتب الولد ده مخي مفيش الولد ده بيطبق يعني بيحضر بحضرات اليهود يقول كذا يروح يقول اللي هم بيقولوه اسرائيل بيتلمعه وهو الولد ده أصلا كان سلفي يعني الولد ده هقول لكم على حاجة مرة زمان وهعمله فيديو واسبت لكم الكلام ده زمان كان بيقول ان الرسول القرآن والسنة حاجة واحدة بيكملوا البعض ده في البداية لأنه كان ناوي يمشي على نظام السلفيين ويبقى سلفي زيهم وينشهر اسرائيل بتجندهم بالطريقة دي وبعدين اسرائيل غيرت تجنيده قالت له لا احنا عندنا من النوع ده كتير احنا عايزينا كنت شكلك صغير وحلوة عايزينا كنت جبلين البنات الصغيرة والشاب الصغير يشتغل لده عش نعرف نجندهم فاسرائيل غيراته وبدأ يدلس في القرآن وفي السنة بحيث انه يدور على الشباب العربي المسلم والجاهل اللي مش بتعلم اللي نسبة الهبل فيه عالية اسمحولي بس دي يعني ناس بتزعل لما اقول جاهل غبي مش بيفهم حاجة دي الحقيقة لأن اي حد بيسمع لأمين صبري حاجتين اما هو ملحد وعايزي بقى ملحد ودول تسعين في المية يعني المستمعين لأمين صبري تسعين في المية عندهم يعني طلعين كرهين للإسلام وعايزين يلحده مش عايزين يبقوا مسلمين ولقوا أمين صبري شماعة بيمسكوا فيها على أساس يبقى قائد لهم يعني وعشرة في المية ما تحق عليهم أنا عايز العشرة في المية دول اللي هما بقى يعني نزلة الجهة اللي فيهم عالية نزلة الغاباء فيهم عالية أو تقدروا تقول نزلة الطيبة فيهم عالية وهم دول اللي أنا بحاول أخرجهم من أمين صبري لكن التسعين في المية دول ما لهمش علاج لأن هما أصلا عندهم استعداد يكونوا ملحدين يعني المهمة الوحدة قال الأول كان الأول بيقول الكرآن والسنة حاجة واحدة أخيرا بعدما إسرائيل غيرت شولته دلوقتي بيقول لك لو مشيت مع السنة تبقى أنت كده كافر آه بيقول لك أي حد بيتتابع السنة ده يعني أنت كده بتعبد حد غير ربن يعني إما تبقى تبع الكرآن وإما تبع السن ولو مشيت مع السنة تبقى كده أنت بتعبد بتوع السن يعني يعني تعتبر قالها كافر أو قالها مشرك بالله قالها قالي إبقى أنت لو أنت تبعت السنة تبقى أشركت بالله قالها صراحة أنه هعمل فيديو وحط الكلام ده فيه المهم يعني هي إسرائيل بتحاول شغلتها أنها بتلمع الناس اللي عايزها اللي عايزها بيبقوا عملاء لها فأنا بقول للرئيس السيسي خلي بالك من كل الناس اللي حوالين منك يعني إسرائيل لو هتجنت حد هيكون من أقرب الناس لك خلي بالك كويس قوي يعني كل الناس اللي حوالين منك لازم يكونوا مترقبين واحد واحد ما تسكش في حد يعني ما تقولش لا الرجل ده ثقة ما فيش ما فيش حاجة اسمها ثقة يا رئيس ما تسكش في ولا مخلوق حتى يعني ما تسكش حتى في الخدمين اللي عندك في الأصور ما تسكش ولا واحد يعني ما تسكش إلا فيك أنت فيك وفي مراتك وفي ولادك بس أي حد غيرك وغير مراتك وغير ولادك ما تسكش فيه فأنا بقيتني يا رئيس أنا قلت لك إسرائيل بتجند بتحاول تجند قرب الناس لازم تخلي بالك من نفسك حاجة تانية زي ما حضرتك يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي جميع القنوات الإخوانية بدأت حملة التحريض على السيسي كل يوم بيعدي وما حصلش ضربة للسادة ده وما حصلش احتلال لبني شانكول بتبدأ قنوات الإخوان تقول السيسي باع السيسي خاين السيسي الضحك عليكم يا رئيس أنا عايز أقول لك أن النيل ده بالنسبة للشعب المصري مش بس خطة الحمر كل الخطوط عايز أقول لك أن الشعب المصري بيحبك وبيسك فيك أنا بحبك وبسك فيك بديلي صورتك اللي وراها الشعب المصري كله بيحبك وبيسك فيك ولكن النيل بالنسبة لهم خطة أحمر يعني لو حضرتك لأي سبب من الأسباب سمحت بالملء الثاني صدقني هتفقد الشعب المصري كله اوعى تفتكر أنهم لو سمحت بالملء الثاني اوعى تفتكر أنهم هيفضلوا يحبوك لأ أنسى هتبص تلاقي بتلاتين ستة جاه لو تلاتين ستة جاه ولسه ما السادة ده واقف هتلاقي الإخوان عاملوا مظاهرات في تلاتين ستة والشعب المصري هيمشي وراهم الملء الثاني خطة أحمر بالنسبة للمصريين وخطة أحمر بالنسبة للجيش لو سمحت بالملء الثاني يا ريس أنا معرفش بتفكر إزاي لو سمحت بالملء الثاني حتى تسبب في حرب بين الجيش ونفسه الجيش المصري بيغلي الجيش المصري عايز يدمر السادة بطريقة لا تتخيلها لو حضرتك سمحت بالملء الثاني لأي سبب أيا كان هتلاها تعمل انقسام داخل الجيش المصري حتى تسبب في حرب أهلية في مصر هتخلي الشعب كله يبقى ضدك مش معاك ليه الناس الناس في مصر كلها دلوقتي يعني موضوع السادة الناس في مصر بتناموا وتقوم وبتتكلمش على سادنا النهضة الناس على الأهاو وبتكلم على الساد الناس بتشرب حشيش وبتتكلم على الساد الناس بتذكر وبتكلم على الساد الناس في الغيط بيزرعوا الأرض وبتكلموا على الساد الناس ما فيش مواطن في مصر ما بيتكلمش على الساد ما فيش مواطن في مصر يعرف ان الملء التاني ده معناه ضمار لمصر يعني يعني اوعى تكون أنا معرفش بتفكر الزعي بس اوعى يكون عقلك بيخيلك انك ممكن تسمح بالملء التاني والشعب المصري هيعديها لك. مش هيعديها لك. يا سيسي. خذ نصيحة واحد بيحبك. لو سمحت بالملء التاني. الشعب المصري مش هيعديها لك. هتلاقي عشرين مليون مصري تلفوا حوالين القصر. والله اعلم هيسمحوا بك انك تخرج منه ولا لأ. فكر في كلامك كويس. وقعد يفتكر انك ممكن تستخدم الجيش ضد الشعب المصري. مش هتحصل. حتى لو قيادات الجيش في ايدك الزباط الصغير مش هيبقوا في ايدك. الجيش المصري دايما مع الشعب المصري. اضع الموضوع ده في ادماغك. المفروض انك عارف الكلام ده. يعني انا بقول لك الكلام ده وانا عارف انك عارف الكلام ده. ولكن برضو لازم اقوله عشان احس ان ارتاح وعلشان الناس اللي سمعين لي يرتاحوا. يعني انا بقول لك الكلام ده وانا عارف انك عارف. يا رئيس الشعب المصري عايز السد ده ما يحصلش فيه ملئتاني. عايز عايز تضرب السد اضربه. لكن اقلت لك خطورة الضرب أنه ممكن الخرصانة تسد النيل الأزرق وممناسبة الخرصانة قدت لرسائل كتير بتقول لي أنت دلوقتي بتقول أنه لو الساد نضرب الخرصانة هتسد نيل الأزرق مع أنك فيديوهات كتير قلت لازم تضرب الساد فعلا أنا في كل فيديوهات بقول الساد لازم ينضرب ولكن ما فكرتش في موضوع الخرصانة وموضوع نيل الأزرق لأن التفاصيل دي شغلانتي الجيش مش شغلانتي أنا كمواطم مصري كل اللي عايزه أن الساد دا يتشال من الوجود إيه اللي خلاني فكرت في التفاصيل دي لما سمعت أبي أحمد بيقول أن لو مصر جيش المصري حاول يحرر بني شنكول هضرب ساد النهضة شغلوا مخوك معي أبي أحمد قال أن لو الجيش المصري مع الجيش السوداني حاولهم يحررهم بني شنكول هو اللي هيضرب ساد النهضة ساعتها قلت ربنا يخليك يا أبي أحمد ده أنت راجل طيب خلاص إحنا روحنا نحرر ونت أضرب الساد وريحنا من لكن عادت أفكر فيها يعني إيه تضرب الساد يعني ضربه للساد مش ممكن طبعا عايز يساعدنا لا ده وهيضرب الساد عشان عايز يأزينها فمن هنا فكرت فيها إزاي هيضرب الساد وعايز يأزينها إذا كنا إحنا بقى ناس نين عايزين نضرب الساد فمن هنا جات لفكرة أنه هيضرب الساد بحيث أن خلاصانة الساد تسد النيل الأزرق تقوم الميا الخمسة مليار متر ميا لورى الساد ما يمشوش في النيل الأزرق لا يمشوا في أراضي بني شانكول ومن هنا تغرق أراضي بني شانكول ومن هنا يخلوا الجيش المصري يغرق في الطين فاهمين؟ ولو ده حصل والجيش المصري غرق في الطين والدبابات غرقت في الطين أو العساكر الجنود غرقوا في الطين ممكن تبقى هزيمة ليهم يعني هو ده تفكير أبي أحمد ومن هنا جات لي فكرة أن ضرب الساد ممكن يسد النيل الأزرق فهمتوها جات لي إزاي؟ فعشان كده أنا بقول قلت للرايس فيديو في اللي فات لما تخش بني شانكول تخش من الجوانب بعيد عن مجرى النيل الأزرق علشان لو أبي أحمد ضرب الساد وساد وردم النيل الأزرق والمية جات حواء في الأرض بتاع بني شانكول تبقوا أنتوا بعيد عنها وساعتها توصل للساد ولو ما ضربش في الحالتين توصل لساد النهضة من وراء ساد النهضة بعيد عن خط سير الماء أنا قلت كده بجاوب الناس اللي قالوا لي أنت غيرت رأيك ليه أنا ما غيرتش أنا الأول ما كنتش مركز وموضوع أن الساد أن الساد لو انضرب حيسد حيسد النيل الأزرق إلا لما سمعت أبي أحمد يتكلم على الموضوع هذا خلاص فأنا بقول للرايس لازم لازم يا رئيس يعني أنا معرفش ليه لحد دلوقت الضرب ما بدأتش المفروض أن ان احتلال ان التحرير بنش عقول يكون بدأ أنت أنت مستني إيه أنت مستني إيه اوعى تفكر ترجع القوات اللي في السودان دي ترجع تاني مصر لو ده حصل هتبقى كأنك قتلت عزيمة الشعب المصري قتلت روح الشعب المصري دمرت الشعب المصري دمرت روح الشعب المصري يا رئيس أنا عارف أن أنت ما بتتخذش قرارك إلا في آخر لحظة الموضوع ده خطير جدا في موضوع سد النهضة ده ليه خطير جدا لأن الناس بتغلي الشعب المصري بيغلي الجيش بيغلي ما ينفعش حكاية أنك دمك يبقى بارك كده وحط إيدك في مياه برد ما ينفعش دي ما تنفعش أنت كل يوم ما بتحتلش بني لشانكول بتعطي روح اسمع الإخوان بيقولوا إيه روح اسمع الإخوان بيقولوا إيه بيقولوا أن السيسي خلاص باع البلد السيسي خاين السيسي بيحيسقو مية المجاري ومش هتلاقوا حتى مية المجاري يعني يعني الإخوان بدأوا الحملة خلاص بدأوها وفي حاجة كمان بالنسبة لتحليط المياه مشاريع تحليط المياه دي كلها أنا ضدها بالكامل مشاريع تحليط المياه بتستهلك فلوس كتير وما بتجيبش حاجة كأنك بتجيب نقطة مياه يا ريس الحل هو احتلال مش احتلال تحرير بني شانكول بني شانكول بتحتوي على بحير التانى بحير التانى موجودة في بني شانكول اللي هي أراضي مصرية سودانية لو رجعنا بني شانكول وسيطرنا على بحير التانى حنقدر ناخد من بحير التانى ميت مليار متر مية سنويا غير الخمسة وخمسين اللي بيجون لو سيطرنا على بحير التانى حيكون عندنا مية حنكون مش عايزان هنقدر نبيعها لإسرائيل بعد كده وبنحتاجش نضيع فلوسنا في مياه المجاري ومياه المصانع اللي هي أصلا بتجيب للشعب أمراض يعني الشعب كل الأمراض اللي عند الشعب المصري بسبب مياه المصانع اللي حضرتك عارف انهم بيحطوها في النيل عمدا علشان يستخدموها في الزراعة وبعدين الناس تاكل ومياه المجاري ومياه المصانع دي يعني لا تعتبر نقطة في كمية المياه للشعب المصري عايزة في عراية صحة صحة الناس مهمة بلاش عمليات تحليل مياه مياه الصرف الصحي بلاش نحط مياه المصانع في النيل حضرتك دايما تقول حفظوا على النيل حفظوا على النيل ازاي بتقول حفظوا على النيل وفي نفس الوقت بتسمح للمصانع يحطهم الفضلات بتعايتهم في النيل المصانع الحاجات اللي بتبريد في النيل دي فيها مواد كيميائية تقتل السمك والماء وتقتل الزرع ولو حتى ما قتلتش الزرع هيبقى الزرع مسمم يبقى الشعب مصري هيكل الاكل مسمم هيجي لهم امراض وبعدين نحمل الناس كلها عندها مرض فاكر لما الناس كلها الشعب المصري كله جاله لتهاب كابد وباقي الشعب كله جاله لتهاب كابد وباقي من ايه من الاكل المسمم بسبب مية المصانع اللي بتتحط في النيل بسبب مية المجار اللي بتتحط في النيل يا رئيس موضوع مية المصانع في النيل دي لازم تتلغي لازم تبطل لازم بلاش منها مية المجار اللي بمية تحليل بلاش منها الناس بيجي لها امراض الفايدة اللي هنستفدها من المية دي أقلب كتير من الفلوس اللي هنصرفها لعلاج الشعب يعني المية اللي هنجيبها من التحلية دي لا يزيد عن نصف مليار تحلية مية الصرف الصحي وتحلية مية المصانع اللي بتخش في الناس عمرنا ما هنستفيد أكتر من نصف مليار متر مية من تحلية من تحلية المجاري من الصرف بتاع المصارع والنصف مليار ده لا يمكن أبدا يتناسب مع الأمراض اللي هتجي للشعب المصري فأرجوك رئيس لازم تلغي فورا كل عمليات التحلية فلوس بتتصرف بالمليارات ومشاريع فشلة مشاريع تحلية المية فشلة لأنها غالية جدا احنا ما عندناش فلوس في مصر نصرف على تحلية المية وقدامنا بحير التانى فأرضنا نقدر ناخدها ونقدر تدينا مية مليار كل سنة يا رئيس أرجوك فكر في اللي بقوله يا ناس اللي بتسمعوا القناة اشهروا القناة وصلوا القناة للرئيس يا جماعة يا المشتركين معايا في القناة يا اللي بتسمعوا القناة أي حد بيسمع الفيديوهات بتاعتي لازم يشترك بتحبها ما بتحبهاش لازم تشترك لو مش علشانك علشان الشعب المصري بلاش أنت نفطرض أن انت أسمعت القناة وما حبّتني ش يا سيدي مش مهم تحبني اشترك في القناة وانشر القناة علشان المصريين علشان الناس لازم عايز صوتي يوصل للناس عايز صوتي يوصل لكل الشعب عايز صوتي يوصل لأهالي الشباب الصغير البنات الصغيرة اللي ماشيين وراء أمين صبري البنات الصغيرة من 12 و 15 سنة اللي ماشيين وراء أمين صبري لازم صوتي يوصل لأهليهم علشان أهليهم هم اللي يقدروا يكنعوهم أن الولد ده عميل إسرائيلي يا جماعة لازم تنشرنا قناة يعني فيه فيديو من الفيديوهات فيه 40 ألف واحد في حين ان كل المشترك في القناة أقل من 4000 هل ده معقول 40 ألف يشوف فيديو و4000 يشتركهم المفروض 40 ألف يشوفوا الفيديو يكون فيه 40 ألف مشترك يكون فيه 40 ألف صابع لفوق ده غير انكم المفروض اللي 40 ألف دول يكونوا باعتهم نشرهم الفيديو لكل أصحابهم بحيث ان اللي 40 ألف يجيبوا كمان 40 ألف وال80 ألف يجيبوا كمان 80 ألف وبالطريقة دي في خلال أيام معدودة القناة توصل لملايين وصوته يوصل للناس علشان نقدر نوصل صوتنا للمسؤولين وعشان نقدر ننقذ الجيل الصغير من أمين صبري وغير أمين صبري صوتي لما القناة تنتشر صوتي هتوصل لرئاسة الجمهورية يعني رئاسة الجمهورية السيسي ما بيسمعش الواحد عنده 3000 مشترك ولكن بيسمع الواحد عنده مليون مشترك فاهمني السيسي ما بيسمعش الواحد عنده 3000 مشترك يعني القناة بتاعتنا دي أكيد السيسي ما عندوش فيها خبر لكن القنوات اللي عندهم بمئات الألاف سدقوني بتوصل للسيسي فساعدوني أن أوصل صوتي للمسؤولين وحاجة كمان يا رئيس لازم نبدأ في في مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان القناة دي لازم نبدأ نشغالها تاني القناة دي هجب لنا على أقل 20 مليار متر مية قناة جونجلي دي فيها 20 مليار متر مية ضيعين على الشعب المصري السودان هتاخد منهم 5 وإحنا هناخد 15 بالنسبة للناس ما يعرفوش إيه قناة جونجلي دي هعمل لها فيديو مخصوص وشرحها بالظبط لكن يا رئيس موضوع قناة جونجلي لازم يخلص يعني حرام نكون فحتين 220 متر وفاضل 120 كيلومتر وفاضل 140 كيلومتر ومش قادرين نحفظهم علشان مش عارفين نحط في جنوب السودان مستشفى ومدرسة حرام يا رئيس وطبعا مشروع قناة جونجلي دي مبارك ما عملهاش لأننا بقول أن مبارك كان نصف عميل مبارك ما كانش عميل إسرائيلي كان نصف عميل نصف عميل ليه؟ لأنه مهتمش بمشروع قناة جونجلي كان زمانها بتجيب لنا على الأقل 15 مليار متر مية مهتمش بتعمير سيناء سامها علشان الإرهابيين شوفوا يعني لولا الجيش المصري حافظ على سيناء الإرهابيين كانوا عايزين يحتلوها شوفوا قد إيه ماتوا من الجيش عشان يمسكوا سيناء لو كان مبارك عمر سيناء حط فيها خمس من خمس ملايين ولا عشر ملايين ما كناش نضحب بمئات الجنود اللي ماتوا في سيناء مبارك ما عملش أي حاجة بمنخفضة القطارة علشان مش عايز مصري عندها اكتفاء ذاتي من مواد الزراعية مبارك كان نصف عميل نصف عميل قعد تلاتين سنة سايب إسرائيل تتقدم وهو تلاتين سنة ما بيعملش حاجة يعني لا بيأزي ولا بيفيد يعني بيخلي الشعبي يأكل وينام وخلاص تأكل وتنام وتسكت لكن مفيش أي تقدم وفي الثلاثين سنة دول دمر البلد باع خصخص كل الشركات خصخص كل القطاع العام عشان كده أنا بقول أن المبارك كان لازم يتحاكم كان لازم مبارك هو وكل أهلهم للدرجة العشرة يخش المعتقلات وما يخرجوش منها إلا ما يرجعوا فلوسهم لمصر مبارك عنده مئة مليار دولار مئة مليار دولار الكلام ده جايبوا من السينان مئة مليار دولار متفرقين في كل دول العالم لو كنا حطينا مبارك وعيلته لحد درجة العشرة في المعتقلات وما تخرجوش بالمعتقلات إلا ما يترجعوا الفلوس وإلا تموتوا في المعتقلات كان المئة مليار رجعوا لمصر لكن للأسف السيسي ما عملهاش ودي برضو مخلييني أنا شخصيا بقولها أنها من أخطاء السيسي كان لازم اعتقال مبارك وكل عيلته لحد العشر درجات الأرابة كنا قدرنا نجيب كل الفلوس اللي هربوها برد لأنه مبارك في التلاتين سنة دول مص دم الشعب المصر مش بس مبارك مبارك وكل أعضاء مجلس الشعب من يوم ما مسكن الحكم لحد ما مات كل أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى كان لازم كل الناس يتخش في المعتقلات هم وعائلاتهم ونطبق عليهم قانون من أين لك هذا وناخد كل الفلوس ونرجعها لمصر لأن الناس دول تلاتين سنة مصوا دم مصر ونخليني الشعب يأكل يشرب وينام واللي يتكلم ينضرب وخش السجن مش يا رئيس أتمنى أن يكون الفيديو ده أفاد وأتمنى أن الناس تنشروا القناة وتصبحوا على خير وتحية مصر